تعتبر كنيسة قلب يسوع الأقدس في بيت لحم واحدة من الكنائس القديمة في الأرض المقدسة حيث تمتاز بوجود ستة مذابحة وبداخلها دير يضم متحفا يحوي على أكثر من مئتي تمثال لمشهد الميلاد تمثل قصصا لما قبل الميلاد وبعده إضافة إلى وجود العديد من المغارات داخل الدير كاميرا نورسات زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي زارت كاميرا نورسات كنيسة قلب يسوع الأقدس ومتحف المهد الدولي والتقينا بالأب لورنسو رئيس الدير ليشرح لنا عن أهمية وتاريخ الكنيسة والمتحف نحن موجودين في كنيسة سريزيان لقلب يسوع الأقدس هذه الكنيسة موجودة في قلب مدينة بيت لحم في القسم الشمالي لكن هي جزء أساسي من هذه المدينة فهذه الكنيسة التي تحمل اسم قلب يسوع الأقدس التابعة للأسرة الثالثية تقع في قلب مدينة بيت لحم وتمتاز بوجود ستة مذابح ورسومات معبرة وتمثال كبير للمسيح له المجد يعلو الكنيسة وبابها الخشبي المميز ومدخلها ومكانها وموقعها وأيضا وجود قبر مؤسس دير الرهبنة في داخل الكنيسة بنيت هذه الكنيسة في احتفال 25 سنة لتأسيس دير الرهبنة في بيت لحم يعني في السنين آخر 1180-1290 يعني بلش البناية في 1186 وانتمت بناء الكنيسة في 1292 من هنا تنطلق مسيرة ودورة قلب يسوع الأقدس السنوية والتي تجوب المدينة بحضور الألاف الأب أنتون بن لوني كان أستاذ في معهد الكليكي في بيجالا خلال شغله مع طلاب اكتشف أنه كان فيه تير يتامة في منطقة بيت لحم عشانك بلش يعني يتام فيهم وطبعا عشان ما كانش في عنده محل في داخل السمينير داخل الكنيسة فتح هذا الميتم في بيت لحم قبره أي موجودون وتوفى في سنة 1903 بين الشروط اللي يحط الباب السامي في بناء هذه الكنيسة في شرط بيقول ممنوع يكون الكنيسة عند مدخل على الشارع الرئيسي عشانك ما في أنه مدخل من الشارع الرئيسي ندخل من الشارع في نزي غرفة لاستكبال وبعدها في الكنيسة وفي نفس الدائر يوجد مطحف المهد الدولي حيث تجولنا بين الأروقة القديمة لهذا المطحف الذي يحتوي على أكثر من مائتي تمثال لمشهد الميلاد ومن ضمنها أجمل المغر القادمة من كل دول العالم بمختلف الأشكال والأحجام وتمثل أيضا قصة سامة قبل الميلاد والميلاد وقتل الأطفال والأعجيب والمعمودية والكثير من مراحل حياتي يسوع له المجد نحن موجودين في المطحف الميلادي الدولي الموجود قريب لكريسي سليزيان هذا المطحف بلش يفتح أبوابه من سنة 2000 وبمثل تكريبا كل أنواع التمثيل الميلادية من كل العالم من حوالي 200 دولة وهذه المغر الميلادية تعرض في هذا المكان الملاصق من الكنيسة ويعمل على إعادة تذكار عظمة الميلاد لدى الزائرين فهو ينقل رسالة السلام والأخوة العالمية حيث يزوره المؤمنون ليلمسوا الرونق وفن التصميم وإبداعات الفنانين في بناء هذه المغر القادمة من كل دول العالم للنرسات مارلن الحدوى من كنيسة قلب سوع الأقدس ومتحف المهد الدولي بيت لحم